اشتركوا في القناة النص يقول لقد أكرم الله الأنبياء بمعجزات كبرى لتكون لهم حجة أمام القاصي والداني فقد خص سيدنا موسى بمعجزة العصى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن الكريم وغيرهم بمعجزات أخرى فآمن لهم الأقارب والأصدقاء واعترف بنبوتهم ألذذ الأعداء إذن نحاول أن نطرح عليكم بعض الأسئلة لمعرفة مدى فهمكم للنص الذي تلوته قبل قليل لماذا خص الله تعالى الأنبياء والرسل بالمعجزات فالنص ورد الجواب عن هذا السؤال الجواب يقول خصهم الله تعالى بالمعجزات لتشهد لهم بصدق الرسالة إذن فهذه المعجزات التي حبى الله بها أنبياءه جاءت فقط لكي يصدقهم الناس لأن الناس كذبوهم ولم يثقوا برسلتهم فالله تعالى وتبارك زودهم بهذه المعجزات لكي تجعل الناس يصدقون الرسالة ما هي معجزة موسى عليه السلام كما تعرفون موسى عليه السلام معجزته هي العصى والعصى هي التي تقلب حية وهذا بطبع الحال لا يتأتى لأي شخص أن يفعل ذلك وإنما هي معجزة من الله تعالى وتبارك وما هي معجزة محمد صلى الله عليه وسلم إذن المعجزة الخالدة لسيدنا محمد هي القرآن الكريم وكونه معجزة لأنه لم يستطع أحد أن يأتي ولو بآية منه ولم يستطع أحد أن يقلده فهو معجزة خالدة والله تعالى وتبارك هو الذي تكفل بحفظه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها الآن سوف نقول نقوم بملاحظة الظاهرة انطلاقا من بعض الأمثلة الوردة في النص في النص وردت جملة تقول لتكون لهم حجة أمام القاصي والداني فإذا رأينا كلمة القاصي مثلا نجدها تنتهي بياء قبلها كسرة والقاصي هو اسم المعرب ينتهي بياء لازمة مقصور ما قبلها كونه معرب أي أنه غير مبني معنى أنه يمكن أن يتحمل الحركات فنقول مرفوع ونقول منصوب إلى غذلك أما البناء فيلزم صورة واحدة ونقول مبني على الضم مبني على السكوء إلى الكسر إلى غذلك هذا الاسم يسمى اسما منقوصا إذن كل اسم معرب ينتهي بياء لازمة مقصور ما قبلها يعتبر اسما منقوصا هناك كلمة أخرى وردت في النص وهي الداني هي أيضا اسم معرب ينتهي بياء لازمة مقصور ما قبلها إذن فهو اسم منقوص القاعدة الاسم المنقوص هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مقصور ما قبلها وعندما نقول لازمة أي أنها ثابتة لا تتغير وسوف نرى بعد الأمثلة التي فيها ياء غير لازمة أمثلة للإسم المنقوص غير التي وردت مثلا في النص هناك أمثلة أخرى من باب التوضيح هناك مثلا كلمة المحامي فهو ينتهي بياء ثابت ومقصور ما قبلها الباني ياءه أيضا لازمة ومقصور ما قبلها كذلك القاضي والهاوي والراعي والهادي هذه كلها أسماء منقوصة انتهت بياء ثابتة لازمة لا تتغير وقبلها مقصور الآن سوف نحاول أن نجعل بعض الأسماء المنقوصة نكرة هي معرفة وسوف نحولها إلى نكرة متى عندنا كلمة العالي وعندنا كلمة الباغي وكلمة الفاني فالعالي عندما أجعله نكرة يصبح عالي والباغي يصبح باغي والفاني يصبح فاني كما يقول مثلا الله تعالى وتبارك في القرآن كل من عليها فاني أي جاءت من الفناء فالشخص الواحد والفاني وفاني هو كلمة نكرة وحدفت في هذه الكلمات الأليف واللام إذن الملاحظة وهي أنها تحدف ياء المنقوص إذا كان نكرة تحدف هذه الياء إذا كان نكرة وخاصة في حالتي الرفعي والكسر أما في حالة النصب فتثبت هذه الياء تنبيه لا تعتبر منقوصة إذن هذه احذروا منها فقد تجدونها في النصوص ولكنها لا تعتبر منقوصة ما هي هذه الأسماء؟ الأسماء المبنية مثل الذي والتي هذه أسماء وهذه الأسماء بطبيعة الحال هي تنتهي بياء وقبلها كسرة ولكن ليست معربة كما سبقت الإشراء لذلك بل هي مبنية فالذي دائما يلزم هذه الحالة في كل الأحوال سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا فهو دائما تبقى ياءه بدون أن تقع فوقها الحركة نقول مبني فهو مبني على السكون في محل دائما نقول الذي أو التي هذه كلمتان مبنيتان على السكون في محلي إما في محل رفعين إذا كانت مبتدأ مثلا أو إذا كانت مبنية على النصب في حالة النصب إلى غذلك كذلك لا تعتبر منقوصة الأسماء المنتهية بياء غير ثابتة كياء المتكلن مثلا فكلمة قلمي تنتهي بياء وقبلها كسرة ولكن هذه الكلمة لا تعتبر منقوصة لأن الياء هنا الياء غير ثابتة وكما سبقت الإشراء لذلك فأسماء المنقوصة تنتهي بياء ثابتة لا تتغير هنا قلمي تتغير لماذا؟ لأنها تتغير وحسب الضمائر فنقول قلمي ونقول قلمك ونقول كلمه قلمه إذن فهذه الياء تتنوع كتابي كذلك الأسماء المنتهبية النسبة مثلا هي أسماء غير منقوصة مثلا المغربي ورياضي المغرب والرياضي هذه كلمات فالكلمة الأولى نسبت إلى المغرب فهو مغربي والكلمة الثانية نسبت إلى الرياضة فشخص نسب إلى الرياضة فهو الرياضي وهذه الأسماء لا تعتبر من الأسماء المنقوصة كذلك لا تعتبر المنقوصة الأسماء المنتهبية ما قبلها غير مكسور مثلا سعي فما قبل الياء سكون فهذه أيضا لا تعتبر من أسماء المنقوصة كذلك الكلمة الجدي الأسماء المنتهبية المتحركة مثل الوصي هذه الياء المتحركة لماذا؟ لأنها تقوى الحركات نقول الوصي الوصية الوصية إلى غذلك فيتقبل جميع الحركات وبالتالي فهي لا تعتبر كلمات منقوصة عن تطبيق بسيط لنعرف مدى فهمك لدرسي هذا اليوم السؤال أستخرج الأسماء المنقوصة من الجملة التالية الجملة الأولى كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته فأين هي الأسماء المنقوصة في هذه الجملة كذلك جملة أخرى يدافع المحامي عن المدعي أمام القاضي فأين هي الأسماء المنقوصة في هذه الجملة كذلك هناك جملة أخيرة أبلغ سلامي إلى أبي الغالي هي أيضا تحتوي على أسماء منقوصة أو اسم منقوص حاولوا البحث عنه نعود إلى الجملة الأولى ما هو الاسم المنقوص الذي ولد فيها أو الأسماء المنقوصة إن كانت التي ولدت إذن الكلمة هي راعي ولماذا يسمينا منقوصة؟ لأن كما أشترنا إلى ذلك من قبل فهو فقط إذا عرفناه يصبح الراعي فما هو إلا اسم منقوص عندما أصبح ناكرة حذفت ياؤه إذن فهو من الأسماء المنقوصة باعتبار أنه إذا عرفناه أصبح منقوصا يدافع المحامي عن المدعي أمام القاضي فهذه الجملة تحتوي على أسماء منقوصة كثيرة كمثلا كلمة المحامي والمدعي والقاضي هذه كلها أسماء منقوصة لأنها تنتهي بيا قبلها كصر ثابت وكذلك المدعي وكذلك القاضي أبلغ سلامي إلى أبي الغالي هذه الجملة تتوفر على اسم منقوص واحد إذن أحد لكم فقط من كلمة سلامي وكلمة أبي فقد يتبادر إلى ذهنكم أنها من الأسماء المنقوصة وهي ليست كذلك فكلمة سلامي تنتهي بيا غير ثابتة كما قلنا في قلمي نقول في سلامي سلامك سلامه إذن فهذه الياء غير ثابتة كذلك أبي فيتنتهي بياء المتكلم وهذه الياء غير ثابتة وبالتالي فإن الإسم غير منقوص الآن سوف نحول جميعا إلى المفرد جملة حضرة تدشين مسؤولان ساميان أحولها إلى المفرد حضرة تدشين مسؤول سامي إذن فكلمة ساميان هي من الأسماء المنقوصة لنقول السامي ولكن هذه الكلمة كما تلاحظون بأنها ناكرة وعندما جعلنا في المفرد أصبحت سامي أي لم تنتهي بياء لأنها حذفت كما أشرنا إلى ذلك من قبل الآن ملاحظة الظاهرة الثانية وهي المتعلقة بهذه الجملة فقد خص صيدنا موسى بمعجزة العصى كلمة موسى وردت في هذه الجملة لها مواصفات خاصة ليست كما كالأسماء المنقوصة التي شاهدنا من قبل بل هي تنتهي كما تلاحظون بألف مقصورة إذن فهذه الكلمة هي اسم معرب ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها هذا الاسم يسمى اسما مقصورا إذن كل اسم ينتهي بألف لازمة ثابتة وما قبلها مفتوح فتسمى اسما مقصورا الآن مثر لإسم المقصور كلمة العصى الموجودة أيضا في نفس الجملة إذا لاحظنا جيدا هذه الكلمة نلاحظ بأنها تنتهي بألف ممدودة قبلها فتحة هي أيضا اسم معرب ينتهي بألف لازمة مفتوح ما قبلها فهو إذن اسم مقصور إذن المقصور سواء كانت ألفه على شكل ياء أو كانت ألفه ممدودة وما قبل هذه الياء الألف على شكل ياء أو الألف ممدودة ما قبل مفتوح فهو يسمى اسما مقصورا الآن القاعدة الإسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها لازمة ثابتة لا تتغير أمثلة الإسم المقصور هناك أمثلة أخرى غير التي وردت في النص مثلا ككلمة العلا كلمة المرضى كلمة الهدى هذه كلها أسماء مقصورة لأنها انتهت إما بألف طويلة أو بألف عشكلية وما قبلها مفتوح إذن فاعتبرت من الأسماء المقصورة الآن تنبيه قد تجدون بعض الكلمات الأخرى التي يمكن أن تظهر على أنها أسماء مقصورة ولكن ليست كذلك لا تعتبر مقصورة الكلمات المبنية مثل إذا ومتى إذن هاتان الكلمتان تلاحظ بأنها تنتهي بألف قبلها فتحة ولكن هذه الكلمات هي مبنية وقلنا المقصور يجب أن يكون معربا بحيث تكون أخر الكلمة إما مرفوعا أو منصوبا إما بالحركات الظاهرة أو المقدرة أما في هذه الحالتين في هاتين الحالتين إذا ومتى فهما كلمتان مبنيتان وبالتالي فلا يمكن أن أصبرهما من الكلمات أو الأسماء المقصورة لا تعتبر أيضا مقصورة الأسماء المبنية المنتهية بألف غير ثابتة كالمثنى مثل جاء أستاذة اللغة العربية فكلمة أستاذة قد يتبذر إلى ذهن بعضكم أنها اسم مقصور ولكن في الحقيقة هي مثنى وهذه الألف للتثنية وليست قارة وفي الأصل كانت أستاذاني ولكن حدفت النون للإضافة فبقيت كلمة أستاذة إذن فهذه الألف ليست أصلية وهي فقط للتثنية ولا يمكن أن نعتبر كلمة أستاذة من الأسماء المقصورة ملاحظة هامة يجب أن أنبهكم إليها وهي أن ألف المقصور لا تكون أصلية أبدا لا يمكن أن تكون أصلية فهي إما منقلبة عن ياء أي يكون أصلها ياء مثل فتا لماذا كتبت هكذا على شكل ياء لأن في الحقيقة أصلها ياء ومن أين نأتي بهذه الياء ففي المثنى نقول فتيان وهذه الياء تعود إلى أصلها أي الألف تعود إلى أصلها فنقول فتيان ويمكن هذه الياء عفوا هذه الألف أن تكون منقلبة عنواو مثل عصا لماذا؟ عصا من أين أتت هذه الألف الممدودة؟ أتت من كونها مقلبة عنواو لأن المثنى نقول وعصوان عصوان عصوان تظهر الواو قد تكون هذه الألف أيضا مزيدة للتأنيث الهمزة تكون مزيدة للتأنيث مثل مثلا غضبان فمؤنته غضبة عفوا هذه الألف هي ألف مقصورة وينتهي بها الإسم المقصور كذلك أفضل فعندما نؤنثه يصبح فضلا إذن هذه الألف المقصورة أتينا بها فقط لتأنيث الكلمة أفضل كذلك أحسن حسنا إذن نراحض بأن في هذه الحالة أتينا بها للتأنيث فقط فأنتنا غضبان بغضبة وأفضل بفضلا وأحسن بحسنا الآن تطبيق بسيط استخرج الأسماء المقصورة من الجمال التالية من اتبع الهدى نجا من الأذى سؤال هنا متى شرع مهندس المدينة في بناء المستشفى إذن سوف نحاول أن نبحث عن الأسماء المقصورة في هاتين الجملتين نعود إلى الجملة الأولى من اتبع الهدى نجا من الأذى الاسم المقصور الذي ورد في هذه الجملة هو الأذى والاسم الثاني هو الهدى إذن لاحظوا بأن كلمة نجا قد يتبادر إلى ذهنكم أنها من أسماء المقصورة ولكن ليست اسم فهي فعل فعل نجا ينجو إذن رغم أنها في صورتها الخارجية الظاهرية تشبه الأسماء المقصورة ولكن هي في الأصل فعل ولا يمكن أن نعتبرها من الأسماء المقصورة الجمل الأخير متى شرع مهندسة المدينة في بناء المستشفى فكلمة متى يمكن أن يتبادر إلى ذهنكم أيضا أنها من الأسماء المقصورة وكما أشترنا إلى ذلك فهي من الأسماء المبنية وقلنا يجب أن يكون الاسم المقصور معربا شرع مهندسة كذلك كلمة مهندسة فيتنتهي بألف التثنية ولا يمكن أن نعتبرها من الأسماء المقصورة أن أحول إلى المؤنث الولد الصغير الأصغر محبوب المؤنث هو البنت الصغرى محبوبة رحضوا بين كلمة الأصغر لكن نؤنثها فأتينا بألف مقصورة فأصبح الاسم مقصورا وقلنا الصغرى وحولوا ما تحتوي خط إلى المثنى كسرت العصى ورميت بها إلى الخارج كسرت العصى ويني ورميت بهما إلى الخارج لأن الأصل الأليفي ملحظة الظاهرة الثالثة آمن لهم الأقرباء والأصدقاء الأصدقاء اسم المعرب ينتهي بهمزة قبلها ألف زائدة هذا الاسم يسمى ممدودا لأنه ينتهي بهذه الهمزة وقبلها ألف زائدة الأعداء اسم المعرب ينتهي بهمزة قبلها ألف زائدة والقاعدة هو أن الاسم الممدود هو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة هذه الألف زائدة بطلق الحال ليست في صلبي الكلمة فامة حسناء وسماء ووعاء هي كلها كلمات ممدودة لأنها انتهت بألف بهمزة قبلها ألف زائدة ملاحظة هم همزة الممدود إما زائدة التأنيث وإما أصلية وإما منقلب عنوا أو ياء إذن فالمزيدة التأنيث مثلا زرقاء وحسناء وأصلية مثل ضماء وقراء لأنها جاءت من فعل قراءة وهذه الهمزة أصلية كذلك ضماء ضماء فهي تكون في صلبي الكلمة قد تكون منقلب عنوا أو مثل سماء لأن الكلمة من فعل سماء يسمو فهي سماو وقد تكون منقلب عنها مثل بناء لأن الكلمة في بنا يبني هي بناء تطبيق بسيط استخرج من الجمل الإسم الممدود سقيت الضماء شربة ماء الضماء هي إسم ممدود وكذلك صحراء وصحي هناك هواء هناك كلمة الصحراء إلى هنا تنتهي حصة هذا اليوم وإلى اللقاء في حصة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله